مساء الخير متابعينا الكرام ورمضان كريم والله يتقبل طاعتنا وطاعتكم بداية بدي اقول لكل المتابعيني اللي عم بيستفسروا عن الرقم اللي حابب يتواصل معي لتوقعات شخصية بيقدر يتواصل معي على 0096171107688 ومنبلش شوية التوقعات على بعض الدول على بعض الدول مش لح أعطي طوقعات للدول كاملة لح أحكي شوي على مصر بدي أقول شوي أنه أنا حاسي الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي بحالي لا يحصد عليها وشايفي أنه في عنده أكتر من موضوع وأكتر من موجة غضب لحيكون حالياً في مشاكل كتير كبيرة حتكون بمصر مع الأسف وسببها طبعاً بيعود للإخوان مثل ما كانت ذكرت أنا بتوقعات سابقة كانت قالت أنه أنا برجع بشوف أنه في تحركات سياسية والأشبه فيني بقول في تخطيط أو مخطط عم بيدور مع الإخوان بإنقلاب على الرئيس وطبعاً الرئيس إن شاء الله بحنكته بزكاة لحيقدر إن شاء الله يعدي الموضوع ولكن أنا بقول أنه هايدي السنة سنة 2021 كتير آسية على الرئيس المصري وبرجع بحذر وبنوه وبقول لكل المتابعين اللي عم بيتابعوني من مصر أنا خايفة بعد من أكتر من تفجير صراحة وأكتر من حريق موجود بعد بمصر وإن شاء الله هذا التوقع يا رب ما يزبط يا رب ما يزبط خلينا ننتقل شوي كمان على سوريا كنت حكيت أنا في المرة الماضية إنه الوضع الأمني بسوريا لحيكون على ما هو عليه بالفترة الجاي وطبعا حكيت أنا عن الاقتصاد إنه لحيكون نوعا ما في بصيص من الأمل طبعا الاقتصاد مش لحيكون يعني عالي بنسبة 100% خلينا نقول 20% وإن شاء الله بيكون في بفترة الانتخابات لح تكون في تغيير شخصيات وتغيير أسماء وفي منهم بعضهم لحيروح يتحكم لأنه في كان كمية اختلاصات كتير كبيرة والنظام الشكل النظامي هو هو حيبقى عليه في شغلة شايفتها بدماشق إن شاء الله يا رب هذا الشي ما بيتحقق شايفها في تفجير وإن شاء الله يا رب ما بيتحقق وما بيكون تفجير يعني أشبه بالنووي فإن شاء الله يا رب هذا التوقع ما يزبط أبدا بالنسبة لإيران اللي كان سألني أنه هاليا ترى دكتورة أمريكا اللي حترد على إيران بالنسبة للضرب اللي ضربوا لهم إياها أنا بقول لهم إيه فيه رد أكيد فيه رد وإيران كنت حكي عنا عن زلزال بيغير عندهم الأرض يعني زلزال ضرب من يوم كان زلزال عنيف جدا أنت حتزت له لجبال قد ما كان هو الزلزال عنيف فيه عندي كمان بالنسبة للأردن حكيت كتير على الأردن وأنا قالت إنه داخلين على مرحلة كتير صعبة من المجاعة ومن افتقاد المواد الغذائية وبعد الأمور اللي منحتاجها نحنا يوميا كمان حكيت إنه نحنا لحنشوف جراد بالمملكة الأردنية الهاشمية برجع بقول برجع بشوف هيدا الشي مجددا وإن شاء الله يا ربي هيدا كله هو توقع وإن شاء الله مش أمني أكيد يا رب إيران برجع بقول إيران تبدأ بتفعيل نووي يعني هيدا معناته إيران في عندها مخطط لرد على إسرائيل بالنسبة للضرب اللي شفناها من يومين على إسرائيل أنا كتحكي هيدا التوقع تقريبا من شي سني والحمد لله رب العالمين إن شاء الله يا رب الله يزلزل الأرض عليهم لكل الإسرائيلية يا رب أوروبا داخلي على حروب كتير حتتفاجأوا من هالكلام أنا قلت أوروبا داخلي على حروب وقريبا لح تظهر هالكلام على الشاشات وح تشوفوا إنه متل ما أنا عم بقلكون وقلت لكم إنه أنا شايفة فيه ثورة بأمريكا وضد العنصرية بالعرق الأبيض والأسود وهذا الشي شفناه وحنرجع نشوف مظاهرات وأشبه بالانقلاب بأمريكا وبحذر أنا طبعا كل أحبابي اللي موجودين بأمريكا يكونوا على حذر الخطر على بحر الأسود ما بعرف شايفة فيه شي تفجير كمان هناك على البحر الأسود الله يبعد عننا الضربات يا رب بدي أقلكن إنه فيه حديث ومتى غضوبة عن الاعتبار حديث اللي حينتشر على السوشيال ميديا قريب هو على نوع جديد من الفيروس فما بدي أنا يعني يكون فيه يعني نوع من أنواع الشؤم بالتوقعات بس هيدا الحديث اللي عم بيدور من تحت لتحت إنه فيه فيروس جديد لح يضرب الأرض إن شاء الله يا رب يكون دائما نحنا على حذر بكل شي مفاوضات مع إيران وأوكرانيا كلها يعني أنا مني شايفة فيه من ورها المفاوضات هيدا إنه فيه بصيص للأمل طبعا الاختيالات أصلا لح تزيد الحرب هي مش بس ببولندا ورومانيا حروب متعددة حتكون برجع شوي على لبنان اللي عم كانوا عم بيسألوني على الوضع الأمني باللبنان حكيت كتير عن لبنان وقلت أنا الوضع الأمني غير يعني غير مستقر وإن شاء الله يمرق شهر ستة على خير يا رب لأن أنا شايفة صراحة فيه ضربات على الحدود وفيه أكتر بعد من خضة أمنية موجودة بالبلد وانقطاع ملحوظ لمواد غزائية مطلوبة جدا وحنشوف حتى الأشياء اللي بتخص الخضار وما شابه من ذلك لح تمتنع من دخولها إلى الأراضي اللبنانية وانقطاع الأدوية والدولار كمان بارتفاع جنوني فالحال يعني بأزمة حقيقية إن شاء الله انتظروني بكرة بإذن الله بيتوقع جديد وإن شاء الله يا رب يكون في بصيص من الأمل انتروني وما تنسوا الدعم للقناة كانت معكم ما هعطيه شكرا كتير اشتركوا في القناة